نظم المجلس المحلي قصر بن غشير ورشة عمل بالعاصمة ترابلوس تحت عنوان تأخر سن الزواج وما يترتب عنه من مشاكل اجتماعية حضر اعمال الورشة وزيرة الشؤون الاجتماعية وعدد من عضاء المؤتمر الوطني العام ورئيسي المجلسين المحليين ترابلوس وقصر بن غشير عدد من مؤسسات المجتمع المدني حيث القيت العديد من المحاضرات والبحوث التي اكدت على ضرورة معالجة مشكلة تأخر سن الزواج في ليبيا وضرورة وضع حلول مناسبة لها بداية من الاسرة واولياء الامور بعدم وضع شروط متشددة للمتقدمين للزواج وبأن يكون للمشتمع دور فعال بتوفير كافة الامكانيات للشباب من سكن وما يلزم لتكوين اسرة سعيدة متوازنة